اشتركوا في القناة تحوز على رضاكم ويعجبكم باستمرار النهاردة هنتكلم في موضوع المهم جدا وهو اسمه الزكاء وطرق التعامل ازاي نتعامل بزكاء وازاي نستخدم الزكاء ده في حياتنا ونتعامل دايما بيه سواء كان مع اولادنا او في شغلنا لو جينا نفكر وندور على تعريف للزكاء هنلاقي ان الزكاء ده ليه تعريفات كتير جدا في قواميس وفي كتب وعلماء نفس فصروا ان الزكاء ده ليه عد التعريفات ولكن تعالوا نبعد عن اللغة ديه ونتكلم بشكل عام شوية هنلاقي ان الزكاء ده عبارة عن تركيز إلا ما هو تركيز تمام وبازل جهد في حاجة انت بتحبها فانت لما هتبزق تركيزك وهتزود جهدك تمام هتلاقي شيء ده اللي انت بتحبه هتبدأ بتلاقي نفسك ابتدت تتميز وابتدت تبقى زكي فيه عملوا ابحاث وتجارب في الموضوع ده اكتشفوا ان الانسان اللي بيقرأ بس 3 كتب في مجال معين ايا كان المجال دوت بيبقى من المميزين في المجال ده بنسبة 5% ممكن يبقى من المميزين في المجال ده بنسبة 5% ليه انت جمعت معارفك ومعلوماتك من كذا طريقة تمام الكتب دي يعني انا لما جيب كتاب بيتكلم في نقطة معينة الكتاب ده انا قريته خلاص لما باجي اجيب كتاب تاني هو بيتكلم في نقطة دي بس بيتكلم فيها من زاوية تانية فانا اخذت فكر ودماغ المؤلف اللي كان كاتب الكتاب الاولاني وبرضه قريت الكتاب التاني لمؤلف تاني بفكر تاني برؤية تانية مختلفة لنفس النقطة ونفس الموضوع برضو لما بقرأ فاكتر من كتاب في مجال واحد بابدأ اتميز في الموضوع ده الزكاء وطرق التعامل في حاجات كتير اقوي بنستخدمها في حياتنا المفروض اللي احنا نستخدم زكاءنا للأسف ناس كتير اقوي النهاردة شال الدماغها وبقت حط دماغ واحد تاني حط دماغ اي اخبار تانية هو مقتنع بيها ومقتنع بفكرها وعايش بيها ما بيفكرش بزكاء ما بيحاولش ان هو شغل دماغه هو شايف ان دكتور فلان ده كويس وراجل بيفهم وراجل عنده علم اكيد احسن منه فاكيد هو مميز عنه فبالتالي بيوقف دماغه وبيقول الكلام اللي بيقوله الدكتور فلان من غير ما يمرر الكلام ده على مخه وده مشكلة كبيرة جدا الزكاء لازم دايما تتعامل بزكاء في حياتك وتشغل دماغك الدماغك دي اللي ربنا كرمك بيها وعقلك الكبير جدا اللي كل يوم والتاني يكتشف فيه مواهب وحاجات كتيرة جدا عقلك ده انت لو استخدمته بشكل كويس هتحصل على نتائج مبهرة تمام بالنسبة للزكاء زي ما تكلمنا وقلنا ان هو ان هو الانسان بيكون متعمك في الحاجة غير لما يكون الانسان واخد قشورها بس وما بيفكرش على غير في حاجات بس بسيطة حاولوا باستمر لانتوا تعمقوا في اي حاجة ودايما تجمعوا من معلوماتكم ما تجيبش معلومة واحدة يعني انا مثلا بحاول لان اقرأ مثلا في كتب علم النفس او في مجال علم النفس فبجيب كتب بدأ اتصقف منها بابدأ احضر ندوات بابدأ اروح اخد كورسات بابدأ مثلا اروح اشوف ابحاث ودراسات علمية بتتكلم على علم النفس وابدأ اتعمق انوع في المعلومات بتحتي ما تبقاش معلوماتي بس حاجة واحدة طيب في حاجة كنا عايزين نقولها بالنسبة للزكاء وطرق التعامل بتاعته انا دلوقتي عشان أبقى انسان زاكي وابدأ اتعامل هل الزكاء ده انت بتولد به يعني مثلا الزكاء ده هو عبارة عن غدة بتبقى موجودة في المخ ناس مميزة بس او ناس ممعينة هي بتبقى موجودة عندها الغدة دي لا طبعا طيب هل الزكاء ده لازم تكون انت عندك مقدرة مالية ويبقى مرتبط بها لا طبعا طب هل الزكاء ده مرتبط اللي انت لازم تكون عايش في مكان معين لا طبعا الزكاء ده بيجي بالتدريب انت لما تبدأ تدرب نفسك وتبدأ تكتسب مهارات وزي ما قلنا في البداية خالص انه هو إلا ما هو تركيز وبزل جهد في حاجة معينة فبالتالي انت لما بتركز وبتبزل جهدك في الحاجة المعينة دي انت بتحصل على نتائج هيلة جدا بتحصل على نتائج مميزة وجيدة أكيد عشان تركيزك في الحاجات دي بيديك معلومات جديدة بيكسبك مهارات جديدة فبالتالي بتبقى مميز غير لما يكون واحد واخد بس القشور بتاعت الموضوع ما بيبقاش قوي صدقني طيب في قصة جميلة جدا القصة دي بتورينا ان ازاي الانسان قدر يستخدم زكاؤه وان ممكن زكاءك ده ممكن يموتك وممكن برضو عدم وجود زكاء آسف ممكن زكاءك ده ممكن يعليك وممكن عدم وجود زكاء ممكن يفنيك خالص طيب كان فيه مرة قبل كده الملك الملك دوت كان عنده اتنين قادة هم دول تحت الملك هم دول اللي ماشيين البلد كلها وهما اللي بيبشروا أمور الملك وأمور بقية الوزارة اللي موجودة في البلد في يوم الأيام كان فيه منهم قاضي القاضي ده كان مميز جدا وكان الملك بيحبه كان دايما شايفه ان هو كويس وعنده معلومات جديدة وعنده علم جديد كويس كان دايما بيحبه القاضي الثاني ابتدى يتدايق منه وبقى عنده كده ايه ان هو متدايق ازاي ده انجح مني ازاي ده الملك بيحبه اكتر مني وبقى متدايق وزعلان فحب ان هو يعمله مؤامرة يعمله حاجة يشيله بيها خالص نهائي ويفضل هو منه الملك طبعا ده فكر وحش جدا وسيء جدا ان انا دايما افكر في مصلحتي انا بس ولما لايه انسان مميز ابو الصلب ده كله راجع لحاجات غلط موجودة جوانا فبالفعل عمل كده ابتدى يعمل مؤامرة وجاب الرحل الملك وقال له على فكرة القاضي اللي معايا التاني القاضي دوت عايز كان عايز يعمل انقلاب عليك بدليل كذا وكذا وكذا وابتدى يستند لأدلة وحاجات ملهاش اي اساس الملك بيسق في الاتنين القضاء دول قاضي منهم قال له الكلام ده فالملك وقف دماغه وخد بكلام القاضي التاني وقال له بس هي بقداية عدم وبنقنا عليه قال لك لازم يتعد ام الملك ام القاضي ده رحت له واستعطفته وتزللت لي قدام الناس وقالت له معلش انا اسفة جدا وحقك علي ده ابني مالوش زنب ده ابني وحيد وقعدت تتكلم وتحاول تترجع الملك اتكسف من وجود الناس ومن وجودها فقال له خلاص طب احنا نعمل نعمل قرأة نجيب ورقتين ونكتف ورقة منهم انه هو يعدم ونكتف في الورقة التانية لا يعدم فاستغربت فقاله اللي يعمل الموضوع ده القاضي التاني هو اللي يعمل الموضوع ده ويكتبه فرق فطبعا الامة بقت مروحة حزينة جدا وعندها نسبة يأسة عالية جدا خدوا بالكم من الموقف ده تعالوا نقف فيه شوية لما تحصل حاجة عكس اللي انت عايزه ما تحاولش اللي انت تزعل وتتضايق انا عارف اللي احنا لازم نزعل وتتضايق ولكن ما تزودش ما تحاولش تقعد فيها كتير عشان فيه ناس كتير قوي لما بتقعد في الوضع ده كتير جدا وتفضل حزينة ومتضايقة الموضوع ده بيزيد عندها وممكن يقلب بحاجات غلط ووحشة تأثر على نفسيتك وتأثر على جسمك عشان كتير قوي من الأمراض الجسدية أساسها أمراض نفسية تمام الأم رواحت وهي حزينة وزعلانة وكلمت ابنها فابنها قال لها ما تخافيش يا أمي إن شاء الله خير فالأم تضايقت جدا قيت له إزاي ما تخافش ده القاضي التاني هو اللي هيعمل لك الورقتين وأكيد طبعا هيكتب لك في الورقتين يعدم قال لها ما تخافيش أنا هستخدم عقلي فطبعا كان عندها علامة استفحام إزاي هستخدم عقلي ما هي حاجة بينها زي الشمس انت خلاص انت كده كده رايح ما فيش أي مخرج تاني قدامك ولكنه راح تاني يوم الصبح الناس كانت مجمعة الناس كلها كانت قاعدة مستنين والقاضي موجود والملك موجود والقاضي طبعا قاعد عارف إنه هو خلاص نهايته النهاردة وهيروح وحضر الورقتين في إيده وقال له شوف انت عايز أني ورقة في الورقتين في إيديا اللي اتنين دول في ورقة فيها مكتوب يعدم ورقة تانية مكتوب فيها لا يعدم فالقاضي التاني بصله كده قال له حاضر راح خد ورقة ما بصش يعني خد من أي إيد بش هتفرق عنده وراح بصص ماسك الورقة كده في إيده وقال هي دي الورقة اللي مكتوب فيها اسكتها أعدم أو لا أعدم وراها للناس كلهم وراها للملك وراح حطيتها ببقه وكلها فالناس كلها بصت له واستغربت إنت إزاي بتعمل كده إنت ليه بتعمل كده إنت ليه عملت كده وحطيتها ببقك وكلتها قال لهم أنا عادي أنا خدت حكمه وحطيته ببقه إيه وكلته أنا راضي به ومتقبله أيا كان إيه هو وعموما لو الورقة دي مكتوب فيها يعدم أكيد الورقة التانية هيبقى مكتوب فيها لا يعدم والورقة دي لو مكتوب فيها لا يعدم أكيد الورقة التانية هيبقى مكتوب فيها يعدم فالقاضي التاني ابتدى يتدايق واضغوز وعرف بمقر القاضي الأولاني وفتحوا الورقة لو مكتوب فيها لا يعدم وأصبح الورقة اللي أكيد كان كلها كان مكتوب فيها لا يعدم فاستغربوا جدا الملك بصلوا بزكاء وقالوا أنا بحييك على زكائك أنت فعلا إنسان كويس وأفرج عنه وسابه الحدث من القصة ديت والأصل بتاع القصة ديت أن اللي حصل ده بيثبت لنا وبيأكد لنا أن أنت لما بتستخدم عقلك بتحصل على نتيك كتير جدا ولو فضلت لك إن عقلك واستسلمت لأي واقع أنت عايش فيه بتبدأ تتخبط بيك الحياة وتبدأ بقى تقول وتندم على حظك وتقول أنا السبب وتقول إيه المفروض كنت عملت خلاص إيه اللي حصل حصل فكر في اللحظة اللي أنت عايش فيها ما تفكرش في مبارح مبارح خلاص عدا بيش هتعرف تجيب مبارح أي حاجة حصلت مبارح أنت بيش هتعرف تحلها خلاص عشان هي حصل ابدأ فكر في يومك اللي أنت تشغل بالك بمبارح وتشغل بالك ببكرة أنت كده بتضيع يومك اللي أنت عايشه النهاردة لكن أنت لما بتركز مجهودك كله وقدراتك كلها ومهاراتك كلها في اليوم اللي أنت عايشه النهاردة بتبدأ تحصل على نتائج حيلة جدا وبتبدأ تنجح فباستمرار فكر في يومك اللي أنت عايشه وفكر فيه بجدية ما تحاولش دايما اللي أنت تشغل بالك باللي حصل وفلان لما عمله وفلان لما سوى كل ده ما بنوش أي نتيجة ده ممكن نقول قراهية وممكن يعمل جواك أي أمراض نفسية وحشة إحنا بعيد عنها دايما فكر بأمل وفكر بشكل كويس واستخدم عقلك عشان أنت لو ما استخدمتش عقلك فيه ناس تانية هتستخدم عقلك فيه ناس كتير قوي بتدور على العقول النهاردة بيستخدموها زي ما احنا بنشوف أو بنسمع تلاقي ناس كتير قوي بتقود ناس لفعل أي شيء عن طريق أنه هم لقوا عقلهم واشتغل هم بعقلهم والعالم ده موجود النهاردة أنه هو يقنعك بشيء تمام حتى لو أنت رافض الشيء ده ولكن هو بيقنعك به لدرجة اللي أنت ترفض الفكرة اللي معك حتى لو كانت الفكرة اللي معك كانت صحة وسليمة مية في المية ولكن أنت بترفضها عشان خاطر هو خلاص جاب لك حياة كتيرة قوي تثبت أن أنت فعلا ممكن تكون غلط وكمان بيبدأ يدخل عليك بحتة أراء وأفكار ودراسات وأبحاث بيبدأ يطبقها وينفزها عليك فأنت بتبدأ تستسلم وتبدأ تمشي وتنصف لو أنت ما عندكش خلفية وما عندكش علم من اللي بيحصل حواليك هتنقاض وراء اللي بينقاض لو أنت واعي وبتفكر بشكل إيجابي وفاهم إيه المقصود من الكلمة دي وإيه المقصود من الطريقة دي هتبدأ ترقل وتفهم كل شيء بيحصل حواليك طيب إزاي نتغير ونبقى نستخدم زكائنا ونبقى مميزين طبعا أول حاجة عندنا اللي أنت تمشي على سير خطى الناس النكحين اللي قابلك والنقطة دي فيها حاجة مهمة جدا مش معنى اللي أنا أقولك إنك تمشي على خطى الناس النكحين المميزين الموادين في الحياة اللي أنت تبقى كربونة منه ده غلط أنت المفروض دلوقتي لما أنا أقولك اللي أنت تمشي على خطى الناس النكحين المميزين في الحياة اللي أنت تشوف هو عمل إيه وإزاي يتعامل مع المواقف دي وإزاي هو حالته النفسية كتعاملة إيه وإزاي يغير منها وازاي يطور من نفسه وازاي يستحمل المشكلة الفنانية دي لما حصلت له تمام ونكتسب الخبرة والمهارة دي ونحطها عندها في حياتنا ونبدأ احنا نمشي هل احنا هنمشي عن نفس الطريق لا هنمشي ولكن هنحط بصمتنا احنا لازم يكون لك بصمة مختلفة انت لو جبت النهاردة واحد قلد واحد ناجح جدا يعني شوف مثلا كده تعالوا ناخد مثلا مثلا حي في الموضوع ده لو جينا نتكلم مثلا عن اول ما السنترالات بتاعت التليفونات دي بتادت تنتشر في البلد وتطلع اول واحد فتح سنترال تكون دا منقول عليه مين هيفتح سنترال مين هيروح يتكلف السنترال انا الموال في جيبي وباشحنه والتليفون عندي في البيت هروح ليه اتكلف السنترال ولكن الراجل ده كان عنده فكر مختلف عن الناس كلها ولما عمل الفكر ده ونفزه وطبقه بشكل ايجابي ابتدى بالفعل ينجح والناس اللي حواليه اللي ما بيستخدموش عقلهم لما شفوه ناجح ابتدوا هما كمان يقلدوه فاصبح ما بين كل سنترال وسنترال بقى فيه سنترال طب ده راجع لإيه راجع للناس بتحب التقليد والتبعية وده غلط انت ما تحاولش انك تبقى مقلد لا حاول دايما ان انت دايما تحط بصمتك وتحط شكل ايجابي وشيء جديد دايما في حياتك شوف اللي قبلك عمل ايه وطلع انت بصمرة جديدة خلي انت ليك عندك فكر وعندك حياة تانية مختلفة طبعا انت بصمتك بصمة ايدك مختلفة عن اي حد تاني بصمة صوتك مختلفة عن اي حد تاني ليه عايز تخلي حياتك ممطبقة لحد تاني طبعا كل ده لازم نعيه بشكل كويس ولازم طبعا نعرف الاخطاء اللي بتحصل للناس اللي نجحوا دول وما نحاولش اللي احنا نقع فيها يعني انا ليه بتعلم من غيري الناس النجحين انا بتعلم منهم لما بلاقيهم فعلا ان هما بتدوا يبقوا ميازين وبتدوا يبقوا ناجحين اكيد فيه اخطاء هما بيقعوا فيها بش لازم انا مر بالاخطاء دي عشان اتعلمها العمر بش كبير عشان تجرب كل الاخطاء وتقول لازم اجربها عشان ما يمكن الموضوع غلط لا بدا ما فيه ناس وقعت في خطأ زي ده كتير وتعرضوا ليه بش من العقل اللي انت تروح تجرب الخطأ ده وتقول لازم انا كنت عايزة اجرب او كنت عايزة اعرف ايه الصح اللي فيه تمام عندنا حاجة تاني التفكير المختلف تاني نقطة عندنا التفكير المختلف ودي عايزين نركز عليه كويس مين معنا التليفون ايه يا سيد محمد الوصحة عليكم عليكم السلام ايه يا سيد محمد اهلا وسهلا بيك يا سيد امان ايه حضرتك حضرتك بالنسبة من موضوع الزكاء بتكلم الامان لربنا برضو بيوصل بن ادم الدرجة هو بياخد باله من حاجات كتيرة بي ممكن حانات حواليك بيستقلب زكائك او تمام يعني حواليك عايزة تقولي ان الامام بربنا هو اساس الزكاء اه اكيد طبعا لا خدي بالحواليك يا سيد امان ان اساس الزكاء واساس النجاح انا ما قلتش الاول طيب احنا فقدنا الاتصال بس انا هرد عليك احنا قلنا ان حطينا حاجات في الاول ولكن احنا لسه ما جبناش التوكل على الله التوكل على الله بيجي في مرحلة بعدين ما بيجيش في اول مرحلة لماذا؟ ربنا لما هيلائي منك الاجتهاد والجد وان انت بتحاول انك تستمر وبتحاول انك تعمل وبتحاول انك تمشي على خطى الاخرين وبتحاول انك تغير وتعمل حاجة جديدة وبتحاول انت تتغير من تفكيرك وبتحاول 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 بيبدأ ربنا يقف جمك ويعينك فالتوكل على الله ده طبعا ضروري ولكن ربنا بيش هيعينك وهيبقى وقف جمك ألا غير لما يلاقي منك الجد ما فيه ناس كتيرة قوي بتقول يا رب يعني نتكلم واحد قاعد مثلا طول الليل والنهار قاعد نايم او قاعد مثلا بيتعبد تقول له روح اشتغل تقول له روح احضر كرسات تقول له غير من تفكيرك غير من طرق تعاملك يقول لك يا عم الحمد لله ناولا اخد اي ما احنا سايبنا على ربنا هو انت سيباه على ربنا احسن ونعمة بالله بس ربنا حططلك اسباب وربنا ده هو مسبب الاسباب ربنا قال لك خب الاسباب وخب مسبب الاسباب بش انك دايما انت سيبها على ربنا ونعمل بالله يعني أنت لو جبت إنسان مؤمن بربنا وجبت إنسان غير مؤمن بربنا وديت لي ده بذرة أمح وديت لي ده بذرة أمح وخليت الإنسان اللي مش مؤمن بربنا ده خد بذرة الأمح دي وحطها في الأرض وقسقها كل يوم وابتدى يرعاها وجبت الإنسان التاني اللي مؤمن بربنا مسك بذرة الأمح دي وقعد يتعبد قدامها ويدعي ربنا أن هي تبقى شجرة وعمرها ما تبقى شجرة عشان ما خدش بالأسباب ولكن الصح واللازم مننا ان احنا دايما ناخد بالاسباب ودايما نتوكل على الله عشان ربنا يعنى طيب احنا كنا نتكلم في نقطة قبل ما تكلمنا هي نقطة التفكير المختلف دكتور مصطفى محنود كلي رأي جميل جدا رحمة الله عليه قال ان الفرق الجوهري ما بين الانسان العبقري والانسان العادي ان الانسان العبقري بيخرج من دايرة المألوف الى دايرة غير المألوف خدت بالك يعني لو جيت كده مثلا كلمتك من سبعين سنة وقلت لك ده فيه حاجة اسمها موبايل هتقول لي انت مجنون ما فيش حاجة اسمها موبايل لعشان انت ادراكك في الوقت ده ان ما فيش حاجة اسمها موبايل لكن في الوقت ده بالفعل كان فيه واحدة بتادى يخترع الحاجة دي وبتادى يخترع الجهاز ده فلما ابتدى يخترعه كانت الناس ادراكهم حواليه كلها معارضينه ومعارضين فكرته وبيبصوله نظرة ان انت انسان مجنون او ان انت فيك حاجة كده بش مظبوطة بش متقبلين لسه الحاجة دي لكن لما ابتدى الموبايل يطلع وابتدى ينتشر ويبقى موجود ابتدت الناس تغير نظرتها ابتدت الناس تغير فكرتها عن الحاجة دي وبالفعل ابتدت بصه ونظرة الانسان الزكي العبقري فالدكتور مصالح الحمود كان عنده رؤية جميلة جدا لما قال ان الفرق الجوهري ما بين الانسان العادي والانسان العبقري ان الانسان العبقري بيخرج من حيز المألوف الى حيز غير المألوف بيبدأ يبص بشكل تاني المختلف طب مثلا ده قلم ليه استخدام اي تاني؟ هو قلم لكن هو ممكن يستخدمه اكتر من يستخدامه ممكن يشيل به حاجتين مثلا شنطتين ممكن مثلا يعمله مسطرة ممكن مثلا لو محتاج ان هو يقلب به شيء ممكن يقلب به حاجة ممكن مثلا يستخدمه اكتر من استخدامه هو ده اصل الزكاء اللي انت دايما تبص الحاجة باكتر من شكل وده اللي لكو تقصده ان فيه فرق ما بين الزكاء والعبقرية إن الزكي هو بيقدر يجيب لك أو يجاوب على حاجة بإجابة سليمة واضحة إجابة واضحة وحدة لكن من الإنسان العبقري يجيب لك أكتر من إجابة متنوعة ومختلفة ومبدعة ومميزة هو ده الفرق ما بين الإنسان الزكي والإنسان العبقري نتمنى أن إحنا باستمرار دايما نحاول إحنا نبص لكل حاجة في حياتنا بشكل مختلف ونبدأ نتعمق في أي فكرة موجودة في حياتنا ونشوف هل الزكاء ده لو إحنا عملناه ومشينا وبتالي نمشي على المنهج بتاع الزكاء ده هنبقى مميزين طب في حد كان زكي قبل كده وفشل وضع في حياته ما حصلتش طب في حد قبل كده ما استخدمش عقل وضع كتير جدا فلازم نفكر بعقلية ونفكر بشكل مختلف ونحاول باستمرار اللي إحنا نستخدم عقلنا بأكتر من طريقة وبأكتر من شكل بخيص اللي إحنا نحصل على عياتيك مختلفة ومبهرة ليك والغيرك طبعا طرق تفكيرك لازم تتغير عشان تبدأ تحصل على نتائج مختلفة وهنا إحنا عايزين نقول إن إنسان صاحب الفكر اللي عنده فكر وعايز يغير من نفسه لازم يكون عنده أهداف واضحة لازم يكون عندك أهداف واضحة لو إنت فعلا عايز تبقى إنسان زكي وعايز تبقى إنسان مميز لازم يكون عندك أهداف واضحة الأهداف الواضحة دي بتبين حاجات كتير قوي في حياتك بيتبين حاجات كتير قوي ليك لازم يكون عندك هدف دايما تلاقي الإنسان المستسلم للواقع أو اللي هو بينتصاق وراء الناس أو المتعمك في الفشل ومبيحاولش إنه هو يغير من نفسه تلاقيه دايما مستسلم لأي حاجة تحصل حواليه دايما مستسلم تكلمه تحاول تفكر معتا منت إيه هدفك والله أنا سايبها كده أي حاجة طب أنا عرف واحد يقول أنا بنزل من البيت بمش كده وخلص بش عارف هروح فين طب ما انت ماشي كده بش عارف هتروح فين إيه النتيجة يعني هتحصل على إيه ما انت أكيد هتحصل على حاجة اللي انت برضه بش عارف انت روحت فين تمام لازم يكون عندك هدف ورؤية واضحة للحياة هدفك هو لازم يكون قوي لكن في بعض الناس للأسف بتستخدم هدف كبير جدا فلما بيبصروا الهدف بتاعهم بيلاقوه كبير فبيحسوا بفشلهم فبيبدأوا همتهم تقل لكن من المفروض منك ان انت دايما هدفك دايما باستبرار تحاول توضحه ويكون واضح وسهل ما تقولش انا عايز انجح ده هدف غير واضح طب انت عايز تنجح فيه في الدراسة ولا في حياتك العملية ولا في ايه ولا في ايه لازم يكون هدفك واضح وعارف انت بالزبط عايز ايه طيب الانسان اللي بقى دايما عايز يغير من فكره وعايز يبقى متميز وعايز يبقى ذاكي دايما بيبقى عنده مرونة وقلت دايما بقولها في كورسة عندي اسمه اتخاذ القرار وحر المشكلات بقولوا يا جماعة انه فيه فرق ما بين المرونة والليونة معانا اتصال معانا اتصال ام شادي ايه فاند ايه فاند معاك ايه فاند طب لو سمحت انا عايز سأل حدثك بالنسبة لمعاملة الاطفال تتعامل ازاي معاملة الاطفال طيب معاملة الاطفال اللي هم اللي위ه لمتدخلوش اهر هم إن هوensible يعتبر لسه فيقولة ابتدائي حضرتك طيب ماشي يا شامد ماشي يا مشاب حضر اردع حارتك طيب بالنسبة الاتحنا كنا كنا نتكلم فيها بشكل مفصل بردو انه نزم يكون عندنا جماعة نستخدم ذكاءنا في تعاملنا مع اطفالنا نازم نستخدم زكاءنا في تعاملنا مع اطفالنا ولازم نستخدم بردو ذكاءنا في تعاملنا مع الحياة في الحياة الاجتماعية مع الناس ولازم برضو تستخدم زكائك في شغلك وفي عملك لازم تكون زكي انت لما تبقى زكي في عملك بتبدأ تحصل بتبقى انسان مميز وانسان مبدع فيه غير لما تبقى انسان بتعمل واحد اثنين تلاتة فيه ناس تانية ما بتشغلش علىها خلص يعني انا بيحزنني جدا لما تشوف انسان كل اللي عليه ان هو ياخد الكارتونة دي يحطها هنا فين عقلك انت بش مستخدم عقلك ليه هو خلاص في العقله هو كل المطلوب منه يعمل كده ويعمل كده فدي مشكلة كبيرة جدا لازم عقلنا باستمرار نستخدمه حتة اللي احنا ازاي نتعامل مع الاطفال في دخول المدارس ده شيء ضروري مهم جدا خصوصا اللي احنا خلاص فاضل في حدود اسبوعين مدارس خلاص على الابواب وكل ام طبعا هتبدأ تتفكر في الموضوع ده ازاي تتعامل مع ابنها ازاي تتكلم معاه ازاي تقدر تتواصل معاه وحتة زاكر والدروس والموالد الكبير اللي الناس كل سنة بتخش فيه بتبقى دايما نشايل همها وخايفة والان لازم نعرف حاجة ونكون متفقين عليها ودي انا كنت قلتها في اللقاء الفات وقلت ان فيه فرق ان حوارك مع زوجتك غير حوارك مع طفلك وحوارك مع طفلك بيختلف برضو باختلافه بين حوارك مع امك او مع اصحابك كل واحد من دول لازم تستخدم له نمط معين وطريقة معينة في الحوار الحوار ده بيختلف من شكل لشكل مش معنى كده ان انا ابقى انسان بش عارف اتكلم ازاي بش عارف اتعامل ازاي لازم تعرف ان الطفل ده عنده عقلية مختلفة عن عقليتك لازم تعرف ان الطفل ده بيبقى مستوع باي حاجة تتقله لازم تكون واعي للنقطة دي بشكل جيد جدا وتشوفه هو بيتكلم ازاي وحاول دايما نشجعه ودايما نعرفه انه هو يبقى انسان مميز ومتميز اتسون اللي اخترع المصباح الكهربائي كان سبب نجاحه امه عملت ايه امه لما راحت المدرسة ولقيته المدرس بتاعه كان بيقوله انت فاشل انت عمرك معي تبقى ناجح وانا فيه نقطة لازم نتكلم فيها برضو بشكل حلو ان رأي اي حد فيك بش لازم بش لازم بش لازم يكون هو ما يدل عليك ممكن يكون رأيه ده خلط ليه عشان رأيه فيك هو نتيجة ادراكه للموقف اللي هو عاشه وشافه تمام فهو بيقول رأيه فيك بناء على ايه على ادراكه ولكن رأيه فيك لما يتيجي مثلا من انسان عنده خلفية قوية مثلا بعلوم الانسان وعنده خلفية قوية بعلم النفس فبالتالي ما بيقول رأيه فيك بيقوله مصدر ايه بيكون قوي بنسبة كبيرة جدا وبيكون بنسبة كبيرة ناجح وبنسبة كبيرة بيكون صح فالتعامل مع الاطفال لازم يكون عندنا حتة المرونة دي شوية ودي اللي كنت لسه بتكلم فيها ان فيه فرق ما بين المرونة والليونة ان المقصود بالمرونة اللي انت تبقى انسان مرن ولكن فيك شيء من الصلاوة لكن من اليونة اللي انت انسان سيب خلص يعني مطرح ما الناس تقول تروح معهم مطرح ما يمشي وتمشي معهم مطرح ما يقوله حاجة صح مطرح ما ايه ده كله ده ايه كل ده احنا بيش عايزيونه احنا لديم يكون عندنا عقلية كويسة نبدأ نعقل اي كلام بيتقلنا ونشوفه ونمرره على عقلنا هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده احنا لو نفذناه في حياتنا هنحصل على عقلاتك كويسة وايجابية ونفكر بالعقلية دي اتعامل زي مع طفلي وهو داخل المدرسة لازم فيه نقاط كتيرة جدا هنبقى نتكلم فيها باستفادة ان شاء الله بإذن الله في حلقات تانية قريبة ولكن انا هديكي كم نقطة مميزة حاولي باستمرار قبل المدرسة بكام يوم كده خديه ولبسيه لبس المدرسة وروحي بالمدرسة وقوله تعالى هنشوف المدرسة اللي انت هتروحها وفرجيه على الفصول وفرجيه عن مكان الميس اللي هتدرسه وشوف الأستاذ اللي هيكون موجود معاه وتبدأ يتعرفيه على المكان ولبسيه ويكون هو رايح المدرسة يكون لابس لبس المدرسة ويكون واخب مع الشمط وبدأ يوريه المكان وقوله انت هنا هتلعب ده الملعب اللي انت هتلعب فيه بص هنا في ايه وبص هنا في ايه فتبدأ يتحبي به ابدأ اخو دي الفصل بص دي المكان اللي انت هتقعد فيه ده هنا المكان اللي انت هتتعلم منه دي الحتة اللي انت هتبدأ الأستاذ بتاعك او الميز بتاعك هتبدأ تكتبلك عليها العلم اللي انت هتبدأ تتعلمه وتفهمه ان اي حد في الدنيا كلها بدأ من مكان دوت وابتدأ يكبر يكبر لغاية لما بقى عالم من لغاية لما بقى دكتور وتبدأت ايه تحبي به وتشوقيه للمدرسة بعد كده هيبقى هو اللي منتظر مدرسته وعايزه نروح بفرغ الصبر طب هي مدرسة فاضل قد ايه طب مين هيبقى هناك طب هو هناك بش عارف هيبدأ الولد هيبقى ملهوف عليها ده لازم نعمله قبل الدراسة عشان نبدأ نشوقهم للدراسة والعلم طيب في وسط الدراسة طبعا ده حاجة كبيرة جدا هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله بشكل اوضح واكتر من كده طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي في نقطة ان سماية الانسان صاحب الفكر الزكي بتكون مميزة وبيبقى انسان عنده مرونة وانسان متقبل لأي شيء تحصل في حياته وبيبقى دايما واضح ودايما متقبل لأي احداث تحصل ودايما احنا لازم نقول حاجة ونوعيها بشكل كويس جدا اللي انت لازم يكون دايما عندك لو انت ماشي في هدفك وانت ماشي فيه حصلت حاجة غير ما انت كنت بخطط لأ او انت يعني عاملها في حزبانك في الحالة دي انت بتعمل ايه بتبدأ تغير من خطتك لخطة تانية بديلة تمام لما بتغير من خطت تانية بديلة بتبدأ تحصل على نتائج تانية تمام ممكن توصلك لهدفك ولكن لازم برضو تكون ايه تكون مرينت شوية ما تبقاش حاول انت مثلا تكون يعني ازاي انا كنت رسم خطتي كذا كذا وجي حصرت المشكلة الفورانية دي لا لازم اكون اقل كل ما يحصل حوالي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الانسان ذكي في تعاملاته مع الناس حاجة مهمة جدا وضررية جدا 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 ايه يا الحاجة دي اتنهارات الكلام انا الوقتي لما بتعامل مع الناس بتعامل بناء على ايه بكلامي بحديثي تمام صوتك ليه تأثير كبير جدا في الكلام انت ممكن ترفض اي فكرة بش سبب ان الفكرة وحشة لا بسبب ان الطريقة اللي تقلت بيها الفكرة دي كانت ما عجبتكش يعني كان بيكلمك بزي يعني كان بيكلمك بشكل وحش فبناء عليه انت رفضت الفكرة دي وتدت تنفر وتتدايق من الموضوع ده معارات الكلام في حكمة جميلة جدا بتقول ان انتهى عصر السلاح فقط وبدأ عصر الحرب بالكلام والنصر ايضا بالكلام عصر ان احنا زمان كنا بنحارب بالسلاح وبايه وبايه العصر ده بتدى ينتهي وبتدى النهاردة عصر الكلام ان انا ممكن انجح على القدامي بالكلام وممكن برضه لانا اغلبه بالكلام ممكن ان انا ضيع نفسي بالكلام يستحضرني موقف كان ملك وكان معا الامير بتاعه ماشيين فقال له شوفوا خدوا بالكم ان الكلام ممكن يضيعك برضه فالامير قال للملك قال له يا ملك تحت المبنى الكبير ده في لبناء معينة كده حاجة معينة حجر معين موجود تحته الحجر ده لو تشال المبنى ده كله يقع فقال له ده وانت تعرف ما كان الحجر ده فين قال له ايوة طبعا اعرفه قال له في حد غيرك تاني يعرفه قال لا مفيش حد غير يعرفه رح قتله ومات مات ليه عشان خاطر هو يعني ماستخدمش مهرات الكلام كويس ماستخدمش زكاؤه فكر بشكل غابي شوية ولما فكر بشكل غابي حصل على نتيجة غبية فلازم تعرف حاجة اللي انت بتبعته بيجيلك من نفس النوع لو انت بعدت كلام اي حاجة وخلاص هيجيلك كلام اي حاجة وخلاص لو انت بعدت كلام منمق بنات كلام يعني بشكل كويس كلام بطريقة احترافية كلام بلغة جسد قوية كلام بنوضات صوت بايه 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 هتبدأ تحصل برضو على نتيجة كويس وانا تعرف اللي انت ممكن تقسر اي انسان بكلامك وبحسن اسلوبك الكلام والاسلوب والاخلاق ده شيء ضروري جدا لنجاحك وتقدمك في الحياة عمرك ما تلاقي انسان وحش والناس بتحبه ابدا ولو في انسان وحش بالفعل والناس بتحبه هي بتحبه عشان خاطر مصلحة لكن ما هي كبتحبه كشخص لا كتير قوي كان فيه ناس كانوا حاجات كبيرة جدا واخدين مراتب كبيرة جدا وطول حياتهم الناس عندهم داخلين خارجين وناس بتصورهم وإيه 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 ولما جون اتشالوا من المرتبة اللي هما كانوا فيها والمستوى اللي كانوا فيه ما بقاش فيه حد جنبهم والناس كلها بعديت عنهم اصبح ان الناس كانت منجزبة ليهم نتيجة لمستواهم اللي هما كانوا فيه لكن ما كانوش منجزبين ليهم لحبهم لشخصيتهم تمام هنتكلم دلوقتي عن حاجة تمام حاجة تانية ان فيه أخطاء احنا منحصل نقع فيها وفيه ناس كتير قوي بتقع فيها اللي ما تلاقي إنسان دايما منفعل وهو بيكلمك منفعل بيتكلم بزعيق بيتكلم بديئة بيتكلم بغيز تبدأ رجع لإيه ممكن ينفعله يكون لشخص وممكن ينفعله يكون للموضوع ككل هو بيتدايق لما حد يكلمه في الموضوع ده وممكن أن ينفعله نتيجة المكان اللي هو قاعد فيه هو متدايق ومضغز عشان قاعد في المكان ده تمام وكل ده غلط انت لازم تكون عندك زي ما قلنا شيء من المرونة عشان خاطر تبدأ انك تتعامل وتتعايش في أي مستوى ما انت لو انت اتعملت بالطريقة دي او انت عايش بالطريقة دية اللي انت دايما عندك انفعال دائم ده شيء غلط وحش جدا عشان الانفعال الدائم ده يخلي الناس تنفر وتبعد عنك وده شيء مش محبب لأي إنسان في الدنيا ان انت دايما تنفعل ان انت دايما تتدايق وتتغاز وتبدأ تتكلم بزعيق بسبب محتوى كلام بشعجبك بسبب شخص بشعجبك ده كل غلط انا لما مفروض اكون بتحاور مع إنسان او بتكلم معا لازم يكون كلامي اللي رايح له اللي بقوله له يكون الكلام ده بشكل كويس عشان هو يتقبله ولازم قبل ما اطلع الكلام اطلع نفسي وابدأ افكر الكلام اللي هيتقال ده ممكن يقصر لأي حد يعني ممكن يزعل اي حد مني ممكن يدايق اي حد مني وابدأ افكر بعقلي اشوف هل الكلام ده لو اتقال هيزعله او هيضيقه ولو فعلا ممكن يزعله ولو بنسبة ما قلوش ولازم يكون عارف شخصية الانسان اللي قدامي دي هل هي شخصية هادية هل هي شخصية بتزعق هل هي شخصية سايبها كده خالص ما بتفكرش اي حاجة منساقة وراها لازم اشوف الاسلوب المناسب اللي انا اتكلم بي وفي حاجة كنا بتعلمها دايما في مرات التصال الفعال كنا بنقول دايما ايه اللي انت لما كن بتحاور او بتتكلم مع حد حاول خد اي وضعية من وضعية قعدته او جلسته قدامك يعني هو قعد بشكل معين خد اي حاجة شبهه حاجة بس بسيطة بش زيه بالظبط ولكن يكون في حاجة بسيطة منك منك تكون موجودة فيه حتى في اسلوب كلام ولو هو بيتكلم معك بطريقة معينة خد اللازمة اللي موجودة عنده او الحاجة اللي موجودة عنده باستمرار بيقولها وحاول خد منها ولو جزء بسيط وحطه في كلامك انت كمان هيبدأ هو بيتكلم معك هيبدأ يقول الراجل ده فيه حاجة مشابهة لي انا حبيته طب انت حبيته ليه حبيته عشان خاطر ايه هو انت حاس اللي انت شفته قبل كده او اتعاملت معاه قبل كده فانت بناءنا عليه بتقول ان انت حبيته نتيجة انه هو في بعض الصفات اللي موجودة فيك واللي انت اكيد بتستخدمها عشان شايفها ان هي كويسة وبتميزك طيب في بعض الناس من ضمن الاخطاء اللي الناس بتقع فيها قوي وهي ما تستخدمش زكاءها فيها ان في بعض الناس دايما بتقعد تتكلم باستمرار اي موضوع يقعد يتكلم فيه في اي حاجة ما يقعد يتكلم في العربيات يتكلم في المطارات يتكلم في اي حاجة يتكلم بيتكلم بشكل سريع بيتكلم بسرعة وتعالي ناخد مسأل حي في الموضوع ده لو انت عندك عربية والعربية دي مفهاش فرامل والعربية دي ماشية بسرعة هتعرف تحكم فيها لا هتوقف امتى العربية دي لما تغبط في حيطة لما تغبط في حيطة هتوقف دايما كده الانسان برضو كده انت لما عرفتش توقف لسانك في وقت معين وتشغله برضو في وقت معين هتغبط ويبقى شكلك وحش وهيبقى باين ان انت بش مميز وغير كده مفيش انسان ناجح في كل حاجة ومفيش انسان زكي في كل حاجة ولازم نفرق ما بين نجاحي دراسي او نجاحي في اي ركن من حياتي ونجاحي في اي ركن تاني يعني بعض الناس لما بيتلاقي انسان مثلا كويس وناجح وكويس ومتميز في الدراسة بنقول ان انسان ده ناجح في كل حاجة في حياته ده بالشيء ثابت ما ممكن يبقى انسان ناجح في الدراسة وبيحصل على دراجات دراجات عالية جدا ومميز ومتقدم ولكن هو في حياته الاجتماعية غير كده خالص تمام فيه فرق ما بين دي وما بين دي ولكن في بعض الناس بيتبقى عندهم نسب الزكاء متفوتة من حاجة لحاجة ولازم نعرف ان نسبة الزكاء بيتتفوت من انسان للانسان وبترتبط بعمره بنسبة كبيرة جدا بترتبط بعمره يعني الانسان وهو صغير بيبقى نسبة الزكاء وما بتبقاش وهو كبير وناضج تمام فاصبح الزكاء مرتبط بالعمر ولكن بيبقى فيه بعض الحاجات اللي بتبقى دايما مش موجودة او بتبقى مختلفة ان انت دايما تلاقي ايه انسان مثلا زكي نتيجة ان هو مثلا بيذاكر كتير نتيجة ان هو مثلا ابتدى يستخدم عقله بشكل كويس فتلاقي سنه صغير وعقله كبير فتجيب بصورة تقوله والله دا يعني الولد دا مثلا سابق عمره او انه الولد دا مثلا دماغه كبيرة جدا ومتفتح وممكن تلاقي انسان تاني كبير في السن ما بعرفش تتكلم دا دا لاجي على ايه ان هو ما استخدمش عقله الموضوع ببسطة كده ان الكبير دا عمره جري ولكن هو عقله لسه زي ما هو بعقلية الانسان اللي عنده عشر سنين بنفس الفكر بنفس الطريقة اللي هو عايشها ولكن احنا نتكلم في النقطة دي من المنطلق دا انت لازم باستمرار تحاول تطور وتعلي من نسبة زكائك وعايزين نوضح هنا حاجة مهمة جدا ازاي احنا نعلي زكائنا الزكاء دا يعني زي ما كنت بقول لكم في الاول خلص هل هو غده بتطلع في الجسم اول هو حاجة معينة بتطلع لا لو جيتوا بسطوا دايما على الناس المميزين والنجحين كانت بداية حياتهم دايما كان فيها مشاكل وفيها عصارات عشان كده احنا بنقول ان دايما المشاكل اللي بتقابلنا بتطلع افكار جديدة جميلة ومميزة الافكار الجديدة والميزة دي انت لو استخدمتها بشكل كويس هتبقى مميز وهتبقى ناجح لكن لو فضلت دايما عايش في حياة مرفهة كل حاجة موجودة عندك عمرك ما تطلع بفكرة جديدة تمام فلازم زكائك يكون بشكل جيد ويكون باستمرار بتحاول تنطور منه بتحاول تنمي من نفسك وبتحاول تشوف ايه الاخطاء وتبعد عنها بيش تازم توقع في الاخطاء دي عشان تقول انا كنت عايز اعرف هتعايز تأكد هل فعلا الخطأ دا موجود ولا لا بدان ما فعلا فيه ناس وقعت في الخطأ دا انت ما تحاولش اللي انت تكرره عشان ما تحاولش اللي انت تحصل على يتيك تعطلك وتوقفك عن تحقيق هدفك طيب فيه حاجة تانية طيما موجودة عندنا من ضن الاخطاء اللي نقع فيها الكلام اللي هي السخرية والاستهزاء بعض الناس لما بتيجي تحاولها او تتناقش معها تلاقي دايما عنده حتة السخرية يصخر منك من لبسك من طريقة كلامك من شكلك من اصلك من عرقك من اي حاجة يبدأ يصخر منك ودي مشكلة كبيرة جدا الانسان اللي بقى زي دا ما تحاولش اللي انت تتناقشه او تتحاول معه عشان انت محورتك معها بش هتحصل بيه على اي نتيجة تمام محورتك معها بش هتحصل منها على اي نتيجة ولو انت فيك اي صفة من الصفة دي حاول انت تشيلها وتبعد عنها فيه نوع تاني اللي هو الانسان اللي بيستخدم لغة غريبة غير لغة الدولة اللي هو عايش فيها يعني تلاقي مثلا بيتكلم احنا مثلا بنتكلم بلغة عربية يجيب مصطلحات اجنبية ويحطها في وسط الكلام بشكل مبالغ فيه تمام معلش بشكل العقليات اللي قدامك بتستوعب الكلام اللي انت بتقوله ده تمام يجيب كلمات من عدة لغات ومن عدة دول تانية مختلفة هتحطها في الموضوع بتاعه فبالتالي بش هيحصل على نتيجة هيلة هيحصل برضو ان فيه ناس هتبقى طلعة بش فهمة وفيه ناس طلعة بتحاول ترسي من هي فهمة بس هي بش فهمة تمام فكل ده احنا لازم تكون اعين لي ونحاول اللي احنا دايما نبعد عنه فيه نوع تاني اللي هو دايما اللي بيقعد يشتم فيه نوع كده لما تيجي تتكلم معا او فيه نوع من الناس هما بيتكلموا دايما يعودوا يقولوا الفاظ وحشة جدا ويعودوا دايما يشتموا ويسيبوا كل ده غلط تمام ده بيفقدك مهارة الحوار وبيخلي الناس تنفر وتبعد عنك تي حاجة هنا تاني احنا عايزين نقولها طيب ازاي انا بقى زكي في كلامي وفي حواري مع الناس وزاي بقى متميز معهم واقدر احصل على ودهم واقدر احصل على استخدم عقلي بشكل كويس وجيد وابدأ احصل على امكانيات ومميزات كتير او في حياتي اول حاجة التكرار حاول باستمرار وانت بتتكلم مع اي حد تكرر الجمل المهمة في موضوعك ولكن مش بنفس طريقة تمام يعني مش بنفس طريقة تقدر تكرر الكلام لا تكرر الكلام ولكن بشكل مختلف بشكل مختلف بطريقة تانية مختلفة تمام بألفاظ تانية مختلفة تكرر كلامك ولكن بشكل مختلف حاجة تانية عندنا من قد تقنع اي حد بالمقارنة بنقيد الحاجة اللي انت بتتكلم عليها يعني انا مثلا عايز اكلمك عن الزكاء فعايز اكلمك عن الزكاء هكلمك عن الغباء فأنا كده بأكلمك على حاجة وإيه وبص الغباء فيه وفيه 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 وبص الزكاء فيه وفيه وفيه فأبدأ إيه أكلمك عن ده وأكلمك عن ده فأبدأ أقنع الشخص اللي قدامي فيه حاجة تانية برضو عندي السؤال دايما أنت بتتكلم مع حد دايما تطرح أسئلة في وسط الموضوع اللي أنت بتقوله فأنت بتولد عنده علامة استفهام كبيرة لو هو عارف الإجابة بتاعت السؤال ده هيبقى مشتاق أنه هو يسمع إجابة تانية مختلفة ولهو ما عرفش السؤال ده هيبقى مشتاق أنه هو يعرف الإجابة منك تمام فلازم دايما في مواضيعك وفي حوارك معنا تليفون تمام فباستمرار دايما لازم وإحنا بنتكلم أو نتحور مع أي حد لازم يكون فيه الاستفهام في حوارك وكلامك معك حاجة تانية برضو موجودة عندنا عشان إحنا خلاص وقتنا قرارب ينتهي التشابه دايما وإنت باستمرار وإنت بتتكلم مع أي حد يعني جيب تشابه للموضوع اللي أنت بتتكلم فيه زي ما مثلا نيجي نتكلم ونقول إيه لسانك حصانك إيه اللي جاب لسانك للحصانك ولكن إحنا شبهنا حاجة دي بالحاجة دي أنت لو حسانك لو لسانك قوي هيبقى عمل زي الحصان القوي تمام؟ ولو لسانك ضعيف أنت هتخسر كل حاجة وآخر حاجة عندنا اللي هي الأرقام والمعلومات والاستناد للأبحاث والدراسات العلمية باستمرار وإنت بتتكلم مع أي حد عشان تبقى إنسان زكي وتقدر تحصل عليه استخدم دايما باستمرار الدراسات والأبحاث والأرقام فدي بتخلي أي شك موجود جواه يموت وبيبدأ يحس أنت إنسان عندك مهارة كويسة وكويسة جدا وزكية جدا كان نفس أطول معكم أكتر من كده كنتم حضر لكم حاجة كثيرة أوي كنت حابلنا أتكلم معكم فيها إن شاء الله بإذن الله نلتقي في لقاء قادم بإذن الله وأسيبكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة